استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي تقريراً من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعنوان الجمهورية الجديدة ثماني سنوات في تنمية الإنسان والمكان وأبرز تقرير جهود الجهاز في دعم قطاع المشروعات الصغيرة في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية ذات الصلة بين عامي 2014 و2022 وجاءت تلك الجهود ضمن الهدف الرئيسي والذي تتبناه الدولة المصرية وهو الحق في العمل والحد قدر الإمكان من ظاهرة البطالة أشار التقرير إلى أن تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر